نواصل مشوار الصباح البباشر والحي ونبقى في ذات التجوال لكاميرا قناة الشروك في ولايات السودان المختلفة نبقى في مهضة الحضارات نشكي لأجدادنا قساوة الزمان وقساوة الحال الآن وننظر بعين الفخر والاحتزاز للحضارات القديمة في مروي ولإنسان مروي المحطاء والكريم نتابع في التقرير مهضة الحضارات من مروي من ثم نعود مشاهدين من المعالم الأثرية والتاريخية القديمة والبارزة على الأرض آثار مملكة مروي القديمة التي عرفت بمهد الحضارات المدن الأثرية والمعابد الدينية المنتشرة في مساحات واسعة بمناطق النجعة والمصورات بولاية نهر النيل جسدت عمق الحضارة السودانية وعظمة وقوة المجتمعات الكوشية التي عاشت في هذا المكان منذ القرن الخامس قبل الميلاد منطقة النجعة التي قام بتشهيدها الملك نتاكمني وأمان تيري في بدايات العهد المسيحي ونهاية العهد المروي احتفظت بأشكال نادرة ومعلومات وافرة عن فن العمارة الكوشي الذي جاء حامل انسماة الفن المحلي المصري والإجريقي والروماني الأمر الذي يدل على تواصل تلك الحضارات ارتبط الناس هنا في السابق بالمسيحية التي كانت الديانة القديمة للمرويين كما شيدت العديد من المعابد بمنطقة النجعة وكان أشهرها معبد الشمس ومعبد آمون والكوشك الروماني الذي قيل إنه أول جامعة وطنية تدرس فيها العلوم المختلفة وأمور الدين بجانب قضايا الفكر والنقاش المصورات الصفراء المدينة السكنية شكلت القسم الآخر من المنطقة الأثرية اختلفت حولها آراء الباحثين حول أسباب إنشائها قبل ثلاثة قرون قبل الميلاد ومن أبرز ملامحها السور الكبير الذي يحتوي على ثلاثة مباني رئيسية يعتقد أنها كانت مركزا لأحد الوظائف الدينية لممارسة شعائرها أو كان موقعا لإواء الحجاج ويرى فريقا آخر بأن المكان كان مسرحا لتدريب الأفيال لاستخدامها في الحرب وذهب آخرون للاعتقاد بأن المكان كان جامعة للعلم الأشكال الهندسية المنتظمة والأعمدة الدائرية اتسمت ببراعة التفكير وهي صممت في زمان لم يتعرف فيه إنسان تلك الحقبة على الآلة التي تجد عمل مثل هذه الأشياء وفي هذا إشارة إلى أن الحضارة التي سادت في هذا المكان عارقة بمهارات أهلها الذين أجادوا فن التشكيل معبد الأسد الذي يعود تاريخه إلى 225 عاما قبل الميلاد يحتوي على رسومات ونقوش جدارية تشير إلى الديانة القديمة في ذلك المكان كما تنتشر بالمنطقة الكثير من الدمى الحجرية والمجسمات والنقوش التي تدل على مسيحية الدولة القديمة في تلك الحقب والعصور وشكلت المواقع الأثرية القديمة بالولاية مزارا للمثقفين والمهتمين بتاريخ السودان مما جعل بعض الشباب المتحمسين يرون في زيادة الترويج للسياحة أمرا ضروري الجهات المختصة في شأن السياحة تقول إن هناك جهودا ماضية لتسجيل هذه الأثار القومية ضمن منظومة التراث العالمي ولا يزال الرعي الجائر حول المنطقة الأثرية هو الحرفة القديمة الجديدة التي تنتشر بكثافة حول المكان وذلك بعد أن توارثها الأبناء عن الأجداد فبات النشاط الرئيسي لإنسان اليوم الذي يتواجد بكثافة حول المكان